براءة اختراع كويتي جديدة أكيد تضاف إلى النجازات العديدة اللي من بين طبعا فترة وثانية ما شاء الله علموا شابه بالكويت اللي حفظهم ممقصرين بالإبداع والابتكار معنا الدكتور أحمد لضميري اللي سجل إنجاز جديد باسم الكويت وطبعا ممثل بمعهد الكويت للأبحاث العلمية باسمكم أكيد نرحب بضيفنا دكتور أهلا ساكلة بالنسبة الله يسلمك إن شاء الله يا رب لا نعرف شن هو الاختراع بالضبط بلغة بسيطة نحن كان الهدف للأمانة خلينا نبتد في المشكلة أول شيء أخذ راحتك لأنه الاختراع دقيق نحن نبتد في المشكلة أفضل طبعا بخبرتنا في هذا المجال عرفنا أن المصانع الأغذية أو كانت المستشفيات أو حتى المنازل يعانون من مشكلة وحدة التي هي تراكمات أنواع من البكتيريا على الأسطح لستيل ستيل تقصد المعلبات؟ لا الأسطح المستخدم لستيل ستيل الطاولات الأمور التي هي قلت الأغذية أنت ذكرت المعلبات المشروبات الغازية لا 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 لأنه لأن أنت عارف مصانع الأغذية بالذات يستخدمون كثير من الطاولات التي يضعون عليها يستخدمونها لصناعة الأغذية ينقلونها من مكان لمكان ففي حالة إذا كان في تلوث لأي نوع أي مادة غذائية ممكن تنتقل بسهولة إلى إلى الكل إلى الكل نعم ففي هذه الحالة فكرنا في طريقة بدل ما أن نحاول ننظف الأماكن هذه ليس ما نمنعها بالأساس صح طيب طبعا بمعنى الكويت الحمد لله سباقة في مجال التكنولوجيا النانو الحمد لله وهي تعتبر يعلم حديث تصغير المواد لدرجة مجهرية اسمها النانو نانو نانو يعني صغير نمونة صغيرة نمونة صغيرة نعم وطبعا المختبر معاد الكويت الأبحاث العلمية يعتبر الثاني على مستوى الخليج نعم صح قابلناهم وفكروا هذا الأم نعم في هذا المجال والحمد لله استفدنا من هذا المختبر في هذا الموضوع طبعا الفكرة الأمانة كانت استغرقت تقريبا ثلاث سنوات مؤقل وكانت عبارة عن هل هي مدة طويلة أم قصيرة تعتبر بالنسبة للإنجاز في الكويت تعتبر متوسطة خلينا نقول عشان الله نبال يعني متوسطة والأخوان في المعهد الحمد لله يعني ما هم قصرين في يعني تسريع الأمور بس هذا الوضع يعني فكانت الفكرة من ثلاث سنوات وتقدمت من خلال المعهد كمشروع نعم وكانت بالأمانة في تيم واشكرهم كلهم يعني فريق متكامل واشتغلنا كلنا مع بعض وجربنا كثير خلال ثلاث سنوات هذا ولي إلى لنا عشان نوصل إلى هذه النتيجة التي وصلنا لها الآن الحمد لله رب العالمين وتسجلت باسمنا و باسم المعهد و باسم الكويت الحمد لله رب العالمين واستلمنا شهادة براءة الاختراع في شهر أربع الماضي فهذا الحمد لله رب العالمين و دخلت فيها بمسابقات عالمية أو إجازات عالمية والله لحدينا يا دوب كنا منتظرين الأمانة للفترة الماضية قدمنا على براءة الاختراع الشهر سبع الماضي نعم و طبعا أنت عارف سبع الماضي يعني العام العام عشان تأخذ القبول من مكتب براءة الاختراع في أمريكا عادة تأخذ لها مؤقل من سنتين اشتاوي عادة عشان يوافقون لك و يردون عليك تأكدون هل هو جديد قديم و قدلت في أحد غيرك يسويه في مشابه الأمور هذه كلها يتأكدون منها وبالتالي يقدرون يقولون لك خلاص أنت أمورك زينها و يعطونك طبعا شهادة كاملة تقدر تحتفظ في فكرة الاختراع لمدة 20 سنة 20 سنة 20 سنة نعم بعدين وين تردى لهم يعني لا ما تردى لهم بعدين بعد 20 سنة يقدر أي واحد يقدر ينفذ إذا أنت ما نفذت طبعا نتمنى أننا في الكويت نقدر نوصل لهذه المرحلة إن شاء الله أكلمني شنو وصلت لكويت و متى يعني ممكن يعني ينفذ طيب نحن للأمانة خلال فترة المشروع حاولنا ننتج ولو قطع بسيطة من هذه المادة و حاولنا نجيب اللي هو الستينلس تيل نعم و نحاول نغطيه بهذه المادة و نجربه حلو حسنا فلا أدري إذا الأخوان يقدرون يعرضون لنا المقاطر نعرض لك إن شاء الله إن شاء الله و جربناها أكثر مرة لما وصلنا لنتيجة كانت صراحة جدا جميلة و نشرنا فيها ورقة علمية و خذينا هذه البراءة و حاولنا و الآن المرحلة الثانية إن شاء الله جاهل دعنا في المرحلة الأولى نرى مع بعض قصدك إن شاء الله أتمنى طريقة عملها و كيف عملناها كيف عملتوا نعم هذه موجودة نعم سنطلقها إن شاء الله هذه المرحلة الأولى المرحلة الأولى و إن شاء الله خلال المرحلة الثانية نعم الآن نتقدم لدينا مشروع لتكملة الموضوع لنحاول أن نكون لإنتاج أكبر نعم أكيد نحاول أن ننتج أكبر لأنك عارف إذا عندك مراها تختارها و حاط على الورق وتقول والله فقط فما لها تقصد الآن هذه صورة؟ نعم نعم كان هناك مقطع فيديو مقطع فيديو مقطع فيديو نعم إذا كان موجود طريقة العمل الرش طبعا هذه اللي أنت تشوفها هي القطعة الصغيرة هذه كانت واحدة من العينة أيوة اللي هو الآن هذا الإنسان الآلي اللي أنت تشوفه هذا ترى موجود عندنا في الكويت ما تلقاه ما تلقاه في أي مكان هذا موجود بس؟ يمكن هذا منطقة الخليج بس عندنا عندنا؟ نعم ما شاء الله هذا شيء نجاز هذا وظيفته إنه اللي هو طريقة الرش البارد يسمونها طريقة الرش البارد طريقة الرش البارد وظيفة هذه الحبوب التي كانت مسغرة جدا نعم نعم اختراق أسطح السلستيل وبقاءها فيها نعم اختراق الأسطح الظرفية فأنت تستخدمها بأي وقت نعم تنظفها بأي وقت بدون مشاكل نعم بعد أن نشوف المقطع هذه أو الصورة أيوة هذه هي صورة مجهرية صورة مجهرية للسطح نعم اللي بعد الرش كامل نعم بعد الرش هذا نعم شكلها غريب نعم نعم ودكتورة الآن ماذا فيه؟ نعم 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 هذا السلستيل اللي نستخدمه كلنا نعم هذا اللي نستخدمه في المنازل في المستشفيات مطابق في مصانع الأغذية هذا هو العادي المستخدم نعم طيب فإحنا عشان عشان نبتدي في العمل نعم نعم نقوم بإختصار شديد نشوف نبردها بهذه الطريقة بمواد معينة نعم عساس نشيل اللمعة اللي أنت شايف نعم طيب وبعدين نبتدي به اللي هو الرش اللي هو الإنسان الآلي اللي أنت شفته نعم يرش بهذه الطريقة من اليمين إلى اليسار نعم بعد هذه الطريقة بعد استخدام الرش هناك معالجة أخرى للسطح هذا وممكن يستخدم ببساطة وخلاص هل ستكون 100% لا يكون أي بكتيريا نتكلم عن نسبة 99 كانت النتائج التي وصلنا لها بحدود 93% انخفاض في نسبة البكتيريا الموجودة من السطح العادي إلى السطح المعالج أنت غير الحرص الآخر فتكمل المعادلة طبعا طبعا هذا يمنع وجودها بدون أن تتعب لأن في حالة وجود البكتيريا تضطر تتخلص من السطح نعم لأن لا يمكن تتخلص منها ببساطة نعم و هذا الإنجاز قلت أنه ممكن إن شاء الله نشوفه في القريب نتمنى إن شاء الله نتمنى إن شاء الله نتمنى إن شاء الله نتمنى إن شاء الله نتمنى أنه يصل لمرحلة نشوفه بكل مكان بإذن الله بإذن الله هل هناك بعض أفكار أخرى قاعد بالنسبة بالنسبة للمعهد الحمد لله رب العالمين الأخوان في المعهد لديهم مفكار كثير و براءات الإختراع ما شاء الله لديهم كثير و الناس تعمل ما شاء الله عليهم بكل اجتهاد لكننا نحتاج للأمانة دعم أكثر للجانب دعم مادي نعم الدعم المادي الذي الباحث يسعى ورائه نعم يواجه مشكلة في الحصول على دعم مادي لكي ينجز أي شيء يستطيع و هذا ترى فعلا مجلس الأمة متبني هذه القضية بأن نزيد الميزانية لمعهد الأبحاث العلمية مثل ما ذكرت تحتاجون أموال لمثل هذه الابتكارات هذا موضوع إن شاء الله سيكون عند الأخوة الأعضاء أموال هذه الصعوبة الوحيدة التي تواجهكم هي المادة طبعا بالإضافة إلى أنت عارف الهوار الروتين الحكومي في موضوع الأجهزة وهذه طبعا سياسة لكن ذكرت عندنا مساعر رجل الآلي قالت أننا الوحيدين في المنطقة نعم في منطقة الخليج نستخدم هذا الجهاز طريقة الرش البارد نعم نعم شباب الكويت لديهم العلم والثقافة الحمد لله أبداع دائما شباب نستخدمهم كلهم لديهم براءات اختراع هل هي بسهولة هذه فعلا هناك عباقرة عندنا الحمد لله لأن الكويت فيها كثير ولكن أنت عارف مشكلتنا في الكويت بشكل عام الكل لا نكمل آخر المشوار نأخذ أول شيء بعدين نوقف لأننا القطاع الخاص لا يدعم لا يدعم البحث العلمي أو يمكن لا يدعم لا يدعم بإعلان نعم عندما تقوم المنتج يقول لك أخذي لا هذا القطاع الخاص يقول لك أنت تكلفني هو لا يدري أنه فعليا البحث العلمي في أي دولة في العالم مكلف مكلف جدا و يحتاج فلوس كثير يعني أنت مشروع مثل هذا يكلفك يعني معاشات الناس يكلفك مصاريف يكلفك مواد يكلفك أجهزة و يكلفك أيضا الأخطاء يعني هو لما يحاسبك لا يحاسبك على النتيجة يحاسبك على سلسلة الأخطاء التي مارستها نعم فهم يعتقدون يقول لك أنت تطلب أني مبلغ فأنا لا ما قدرت في هذا المبلغ الدولة الحمد لله متكفلة في هذه الأمور لكن أنت عارف الوضع الآن شوية بدأ موضوع التقشف والأمور هذه صارت صعبة شوية يعني أنا كنت أعتقد أن يستثنى الجانب العلمي من هذه الأمور و سيستثنى إن شاء الله لأن هناك مبادرات بأن يستثنى هذا علم طبعا هذا ما تتقشف فيه يعني هذا مثل ما قلت الناس قاعدة قاعدة أموال كثيرة يعني إحنا قاعدين نقطع أعياننا أساس يروحون أفضل مدارس وأفضل تعليم فما ذلك بيد دولة و الكويت قاعدة تدفع يعني الأمانة يعني الكويت من أكثر دول يمكن المنطقة التي قاعدة تدفع فلوس على البحث العلمي قاعدة تدفع فليش لا نكمل لآخر مشوار يعني البراءات الإختراعي الموجودة الأمور الأبحاث اللي موجودة لا يجبس أوراق و نقول الله هذا هذا اللي نبي يعني ابتكارك و اختراعك هذا اللي نشوف في أرض الواقع نتمنى نتمنى إن شاء الله بإذن الله راح نشوف في الأسواق العالمية إذا عندك المخيرة يا دكتور أحمد أشكركم صراحة على استضافة وأشكر طبعا الأخوان في المعين على الدعم للمشاريع هذه و المشاريع الأخرى والله أعطيكم الآفية الله يسلمكم نحن نفتخر فيكم وأيضا في شباب الكويت و بنات الكويت أي أحد عنده اختراع معين عنده بطولة في أي مجال نحن نستقبلكم في قناة المجلس الله يجزاك خير لا أقصرت الله يجزاك الله يسلمك إن شاء الله الله يجزاك كذي مشاهدينا نودعكم في هذا الوقت و نلتق إن شاء الله بإذن الله باتشر في نفس هذا الوقت الساعة عشر مع السلامة أسبوح و على خير